هذا وأكد مدبولي أنه لا يوجد أي نقص في احتياطي السلع الاستراتيجية مشيرا إلى منظومة جديدة لتتبع المنتجات الدوائية منعا لأي ممارسات احتكارية بطمن كل المواطنين على الاحتياط الاستراتيجي من السلع الحمد لله احنا الاحتياطيات بتاعتنا آمنة جدا عندنا كم جيد جدا من السلع الأساسية عندنا الحمد لله ما فيش أي نقص في السلع الاستراتيجية وزي ما تابعتم مع حضراتكم معنا الحمد لله أيضا في قطاع الأدوية النهاردة احنا عبرنا الأزمة اللي كانت في فترة ما والنهاردة كل الأدوية الأساسية بالكامل متوفرة بالكامل وبأكد على هذا الموضوع وشغالين مع كل شركات التصنيع إنها كمان بتحط المخزون الاستراتيجي بتاعها لست شهور قدام والأهم يمكن مع السيد رئيس هيئة الدواء حيبقى فيه منظومة جديدة لتتبع أماكن الأدوية تبقى فين من خلال البر كودز يبقى عارف حجم الأدوية اللي موجودة ممكن تكون مخزنة فين نبقى عارفين هذا الكلام علشان يبقى نتطمن إن ما فيش أي محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية ممكن إنها تتعامل